اشتركوا في القناة 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 صدقني عمقولي الحقيقة تفكرت كتير مني حتذكرت كل التفاصيل ما عملي اشي عملته غلط ما عملي اشي يعني ابرر موقفك هيدا وخليني انا انوصف بهالكلمة قل لي انت شو عملت انا رحمني وقل لي شو عملت اشتركوا في القناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة كيف عن جد نظل مبسوطين طول العمل عن جد حزم عن جد يعني أنت هلأ مبسوط معي عن جد نظل مبسوطين طول العمل عن جد نظل مبسوطين طول العمل ببعض الرحل ببعض الرحل ببعض الرحل ببعض الرحل ببعض الرحل هذا وجع المفاصل ما هيك؟ نعم هلأ بجيب لك وجع المفاصل هلأ بجيب لك؟ سلام يا أمي هلأ بيكون إلي كذي يونترا موجوعة وساكتي على وجع عم شامان قلليك روح يشوفي الدكتور سماح تصلي بالدكتور فوراً لا لأ أمي ما في داعي الله يرضى عليك لا للدكاترة ولا للتحاليل هلأ باخد حبة مسكن إن شاء الله تصير أحسن ما رح ردة عليكي بدك تشوفي دكتور يعني بدك تشوفي دكتور لك أمي ما في داعي الله يرضى عليك هلأ بيكوني الوجع مع في داعي؟ لا طيب تفضلي شرفي امشي لشوف هي بنزل أه لك يا أمي ليش هالحركات هاي يا أمي بسم الله على البيك شفتي قلتلك إنك عم تكابري تفضل حازم ماما أنا بعرف إنه مشغول بالك عليه بس أنت موجوعة عم تكابري ومثل ما قال ناظم لازم تعملي فحوصات كاملة لهيك لازم نحكي مع الدكتور سمع 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 حازم آخ ماما حقتصب الدكتور يعني حقتصب الدكتور هلأ يا أمي أنا ما بدي لادك هاترا ولا شي عندي مشكلتك أهم من كل شي معلش ماما سمحيلي صحتك هلأ أهم حازم نحنا كلنا موجودين لننتبه عليه وندير بالنا بس أنتي الله يوفقك اهتمي بصحتك شوي موسيقى 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 ما سعبت الطريق ما رح أتأخر مع السلامة ربي رايحة حبيبي عالتصوير تصوير هلأ بالليل؟ شو أعمل مضطرة لا أوافقتي بدون ما تسأليني حتى حبوبي أنا أول شلتله لا بس بعدين فكرت أنه ليش لحتى ما أروح وين المشكلة؟ وين المشكلة نغام؟ إن مش لأنه أنا ما بحبك تطلعي تصوري بالليل حبيبي هالمرة اضطروا يصوروا بالليل شو بصير إذا رحت؟ تفهمي لها دا مازل إنه يقدر وضعك إنه يفهم إنك مرة متجوزة حبيبي كرومي هلأ أنت ما بتوسق فيني كنغام شو ألحكي طبعا بوسق فيكي تبخليني روح بليس أمري لأ الله بس اليوم ها وغير اليوم تصوير بالليل ما في أبدا حاضر رح قولي المنتج أنه جوزي ما في نعيش بدوني ولا سنية أنا آسفة عن المقاطعة بس جيت إلك مشان لابسك كأنه طالع بي هالوقت لوين نغام حبيبتي ما بعرف بس إذا تسمحيلي إلك إنه يعني بصراحة اللي عم تعمليه هذا مو صح ليكي أنا بعرف إنه أنت عم تروحي على التصوير ومن زمان كمان بس إذا ضل الوضع هيك يعني ماما وبابا ما رح يطولوا لحتى يعرفوا حتى لو عرفوا رح يتركوني أعمال اللي بدي إياه ولي بحبه وأنت أكتر واحدة بتعرفيهن سماح صح بس اللي بدي إيقلك يا عم أنه أنتي هلأ قصرتي مرمت زوجة يعني شي طبيعي أنه فيه شغلات تتنازلي عنها بشكل تلقائي هاي وجهة نظرك أما وجهة نظري فمختلفة تماما نغام عيب تحكي مع سماح بهي الطريقة عم قيله وجهة نظري نغام أنا آسفة أنا ما قصدت تدخل بحياتك الشخصية لا عم تدخلي بحياتي الشخصية روحي تشوفي بندك خلي عينك عليها على طول قفل البابة على حالها ما بتخافي يصير مع توحود نغام كرام لا تعييت علي أنا ما بسمح لحدا يعطيني التوجيهات على تطالعه النازلة ويستوطي حياتي نغام أنا ما اعتبرى أنه نحنا عائلة وحدة ومشان هيك أنا حكيت سماح هم تحكي صح آفة وران صفيت معاه مو على أساس أنا حبيبتك وبتهمك راحتي وساعدتي أنا تأخرت و لازم أمشي سماح أنا آسف نغام كركبة بترجاكي تسعم حيا شو اللي حكي كرام ليش عم تعتذر عادي نحنا عائلة وانا مشان هيك حكيت يعني بس مشان ما يصير فيه مشاكل بيننا وبين ماما وبابا بعرف نغام لهلا ما عم تفهم تركيبة العائلة يمكن هذا غلطي أنا عم حاول أني أتجنب المشاكل مشان هيك عم سايرة ما عندي جرأة أني أقنع أهلي بشغل نغام وما بعرف مع مين بدي واقف محها ولا محهم كرام القصة مو قصة جرأة أنت معك حق بعدين ما فيك ترضي كل الأطراف مع بعضهم لك أنا واثقة أنه أنت مع الوقت رح تقدر تقنع أنه تعمل الصح ما رح نتخانق مع نغم بعد اللي صار ما هيك ترجمة نانسي قنع نارسي قنع مرحبا، صباح خير أهلا، مرسا، صباح نور أنا كنان. صديقه لحازم. أهلا وسهلا. فين يخدمك بشي؟ الحقيقة فيه التزام معين هيك باتجاه حازم. فلو سمحته أنا حابب شوفه. الحقيقة حازم تعبان شوي. فإذا بقدر أخدمك أنا بيكون أفضل. والله للأسف يعني تكون ممنون إذا تبعتوني الآن حازم. طيب. ماشي. وصلوا لعند حازم منحاني على السيارة. تفضل. شكرا. تفضل. يلا يا أولاد تعال افضرب. نايا جود. مع مين كنت عم تحكي؟ مع سامي. رجع لنفس القسطوانة ونفس الحكي. حاطت عينه على هذا البيت. يا سيد الله ما شيطان الرجيم. ماذا بنا نخلص منها القصة بقى؟ معقول ياخد مني الشغلة الوحيدة يلي طلعت فيها من هالدنيا هاي. لك هذا البيت تاركه مشان آخرتنا أنا وانتي. ليش ما فصلت له؟ أحسن شي ما عدرت عليه. ما عم يجينا منه إلا وجه على الراس. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. من وين إجتنا هالمصيبة هاي ما بعرف. يلا حبيباتي. تعاوا بصرع أفطروا. تعاوا الجدو. يلا عارف. يلا حبيباتي. شو باكي نايا. ما عرف عم تلعي نفس شوي ومضيخة هيك. نايا. 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 ما رحيل. لا. ما بناشي ما بناشي. الفوتي فوتي فوتي. ومي. شفت لنه أيها والصدفة. مسئلت إذا صار معكم شي جديد. قالت لي ما صار شي. تعرف حازم؟ وقت لي شفتك أول مرة بالشالة لاحظت أنك بتتحسس من أصغر ابتسامة ممكن تصير بينناي وبين أي حدثان سألتها قلت لي أنت كيف قادراني تتحمل إليك شخص؟ تعرف شو قلت لي؟ قلت لي أنت ما بتعرفول حازم ولفتت القلب وإذا حابب تعرفه تطلع بعيوني أنا حازم نايا كثير بتحبك نايا عائلة وطيبة وحكيمة وأنا بعرف كثير مني أنك أنت كمان بتقدرها وشفت بعيني كيف وقفت معه وما سمحت لحد يغلط بحقه ولا كلمة كينان أنا اللي بدي لك يا أني أنا وقفت مع الحق يعرفت شو قفت مع الحق يعني أي حدا غير نايا كنت رأي أحمل نفسي شيء ببساطة الموضوع ما بتعلق بنايا أبداً عظيم؟ معناها نايا على حق؟ نايا على حق طبعاً لكن وإن المشكلة؟ عازم كل شي بيناتكن حلو عنكن أولاد بيطيروا العقل ونايا بتحبك كتير وأنت أكتر واحد بتعرف قديش مستعدت ضحي من شانك كينان فيك تكون صريح معي أكتر بشوي وتقلي أنت شو بدك من الآخر؟ قلي شو بدك من الآخر؟ تعرف؟ يا رجل حاسك وكأنك ما تدايق من حب نايا لإلك وردت فعلك هلأ عم يقتد لي هذا الشيء أنا شفتكم بالشالة وشفت كيف عم تهتم فيها وعم تدير بالك عليها وعن جد فيه شي غريب كينان أول شي أهلا وسهلا فيك ببيتي الشغل الثاني هذا الموضوع شخصي وإذا أنا عندي مشكلة معناية أو مع غيرها أنا بارف كيف حل ما شاكلي ولحالي ما بعتقد يكون فيها شي أكيد مقربي كترة الزحلة وقلة الأكل في صايرة مناعة كتير قليلي مسكينة الله يكون بيعونها مدام أنت كتير منيحة وخبري أهلك أنه في خبر حلو ما عدت رعني بنتي فودوا الطم فودوا طمنينا حامل؟ حامل؟ فؤاد؟ تا خير شوفي؟ نايا طلعت حامل ألف مبروك ألف مبروك الحمد لله يا رب يا الله كيف بدت يخبر هذا؟ كيف بدت يتقبل الخبر؟ أهلاً 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 لازم تعرفي أن الضغط أبداً ما لوميحة بالنسبة لك وممكن يأثر عليك وعلى صحة الولاد لذلك لازم أديري بالك على صحتك بالإذن أهلاً ألف مبروك مدعمك وأنا هلاً صرت متأكدة أن حياتك أنت وحازم رح تبلش من أول وجديد ومن دون مشاكل شو بكي نايا؟ لازم تنبصتي يلي بتتمنى الله أعطاك إياه صح؟ لا صحي زواجكن ما كان عن حب بس صدقيني هذا الولاد رح يخلي بيناتكن أحلى حب نايا شبكي ليش هيك مصدومة؟ ليش معا متردي؟ مش عارفة ماما إذا لازم كون مبسوطة أقوز علينا عالخبر هادا حكي هاد في أحلى من الخبر اللي سمعنا اليوم بكرة بتشوفي علاقتك أنت وحازم رح تروح لمطرح تاني مطرح أنت بتحبيه خايفي أنه حازم يفكر أنه أنا غشيته أنه هيدا الحمل صار من غير موفقته أو رغبته صدقيني إذا قلتلك ماني مذكرة معنك متذكرة شو؟ نايع الولد هو ببطن أمه بحس بكل شي عم يصير بين أمه وأبوه لا تخافي ولا تقلقي حازم قدمة كان المعصبي من القصة بكرة بس يسمع هذا الخبر ما عد فيه شي اسمه غش وما لازم ينضم وإنت إيميلي هالأفكار السودة من راسك بقى برجع وبقالك علاقتك رح تصير أقوى أقوى بكتير صدقيني ماما هيدا الحبل اللي ببطنه دليل عن حب لحازم بس قبلك هو هيك كمان حيفكر فيك تجابينا عالسوق طب نايا حبيبتي كل شي رح يكون منيحة انتي بس ارتاحي ولا تقلقي ها الحمدلله يا فوت الحمدلله اللي طلعت عامل الحمدلله الحمدلله تعرف هلا انا صرت متأكدة انه كل المشاكل اللي بينيي وبين حازم رحتنحل إن شاء الله يا رب ومو بس هيك راح تصير حياتهم مليانة فرح وحب وسعادة وكل شيء إن شاء الله إن شاء الله أنا كتير مبسوطة وأنا كمان مبسوطة وكتير مبسوطة ماني عارفان إيش رابطيس أوهي مرحبا أهلا وسهلا يا أهلين وسهلين أهلا وسهلا أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا كيفها؟ شكرا؟ يا أمي تحتك الرسلين حقيقة نحن نعتزل لأنه جينا نبين الموعد ولا يهمك أهلا بس السينة صباح بيشوف لولاد بيشوف لولاد لأنه عندها تنظير ركبه خير خير إن شاء الله عليك العافية الله يعافيك يا حبيبتي الحقيقة أنا من زمان كان لازم أعمله سلامة قلبيك الله يسلمك يا رب معناها رح نادي للولاد أكيد رح يفرحوا كتير إذا عرفونوا حضرتكم هون ايه والله يا ريت نور جود ده وشوفوا ماي عنا ستعو جدا ستعو جدا يا أبلا يا أبلا يا أبلا يا أتاة يا روحي يا حبيبة قلبي يا حبيبة قلبي ما أحلاكي بوسك كبيرة لجده يلا يلا و نو ี่ يا ألبي يدى روحي واشتبت لكمuku كل كتير تص давай السلامي أمو وقال لازمال بالعود لأحلى أولاد بالعالم شوف شوف هاي للو يا سلام شو حلوة مو؟ وهاي للبطل جود يلا حبيبي حلو ستين نيحا حلوة حلوة طيب إيه عيني شوين نايا ماني شايفتها نايا بغرفتها يلا رح ناديله لا لا خليكي مرتاحة أنا رح روح لعنبك موسيقى شايفين نايا سنتين موسيقى موسيقى ماما كيفك؟ كيف صحتك؟ الحمد الله تمام أنت كيفك حبيبتي والله الحمد الله ما عرفت أني كون خليني أقام لك شاي أو خليكي خليكي يا عادي اه أيدي يا حبيبتي أنا ما بدي إياك تقومي أنا ماني جاي لا أشرب قهوة ولا أشرب شاي الحقيقة أنا جاي لحتى أشوفك وأسمعيك وإسمعيك ونحكيك وإسمعيك ونحكيك الحقيقة أنا شكيت فيكي من البداية بعلاقتك مع كنا وحسيت أنه هالعلاقة أكتر من صداقة لذلك أنا بعترف أني أنا خلطت وغلط كتير كبير بس أنت بتعرفي أن نية الأم ما بتطلع على الكنة إلا من خلال وجع ابنه أو ساعدته سامحيني بترجيكي ماما ما في داعي تعتذري أنا كمان أم وبعرف أحساس المرأة لما تكون عم تدفع عن ابنه بتفهم موافك وبتشكرك حبيبتي ابني حازم مشتاق لأولاده كتير ومشتاق يجي يشوفك ويشوف عينيك الحلوي بس هو كتير عم يتأخر لأنه ما بيحس حاله أنه ضعيف قدامك هيك الرجال شو بنا نعمل يعني هيك الرجال الحقيقة أنا ما بعرف ليش هيك صار وشو اللي صار بيناتكم بس بعرف شغلي مهمة كتير أنه أنت عندك الإحساس والنية أنك ترجعي لبيتك وأنك قادرة أنت ترجعي البسمة لهالبيت بدي ياك ترجعي وأملي فيك كبير قبل ما أعمل عمليتي عمليتي صلي فترة ركبتي عم تجاني منيح فبتديروا أعمل عملية وبعد ما خلص العملية وأعملي الفيزيو بدي أرجع بس أملي فيك كبير أنك تكوني أنت وأولادك وزوجيك عم تستنيني وتستقبليني أكيد إن شاء الله ماما ترجعي لنا بالسلامة يا رب وحاطر على عيني حبيبتي ترجعي لك خبره ولا ما خبره ترجعي لك مرحبا شكرا ماما كل أهل البيت عم بيسألوني عنك ليش بتضلي حبسي حالك ليش ما بتتعاطي مع حدا وبعدين بهالحالة ماما أنا بعمل اللي بدية أنا بعيش على طريقتي مو على طريقتهم أي حبيبتي وأنا بحترم هذا الشي بس ما بيمنع إنو نشوفك شي مرة سهرانة معنا أو عم تتغدي معنا تطلعي معنا شي مشوار شو بيمنع حالة هالتوحد هاي اللي فارطيه على حالك شو جايكي منا ماما بيوساطة أنا هيك أيوة بيكي ماما أنا إذا كنت عم بحكي معك فعم بحكي معك مشان مصلحتك لا مشان نقصر حريتك ولا مشان أي شي تاني هيك مو صح ماما تركينا عريحتي لو سمحتي يا ألم يبيكي تملك وضعك أيكي تاني كفية تراسي؟ كفية تراسي؟ حمني الله يرضى عليك نحن مشتاقين كتير نشوفك انتي والولاد عنا بالبيت اكيد ان شاء الله اكيد انا ما في استغنى عنكن حبيبتي برجعتك انتي والولاد بتكمل ساعدتنا الله خليلي اياكم شكرا عم نستناكي انتي والولادها يا الله بالإذن مستنسين يا جماعة لا يومان يا رب مع السلامة مع السلامة سلمنا على الولاد الله يسترم الله معكم مع السلامة الله يسترم مع السلامة مع السلامة ما شو عصدكم خوك حزم ترشاغ الي بالي ما بعرف شو لازم اعمل معه اذا طلع له هالحالة مش كيب تعرف شو بسموه اللي يعني يعملوا اخلق الهروب من الواقع بس هدا تعرفه موسيقى ليش القضة منكوتي عنا شو عم بدوري نايا عنا شو عم بدوري تتذكريو لكن ما بتذكرون هدول قواعي جود يا عمري لما كان بي بي ما بعرف شو خليني هلا ارجع طلعهم مين كان بيقول برجع بيستعملهم ها على اساس بيت حماكي رح يلبسوا البابي من قواعي جود بكرا شوفي رح يشتريلوا من اغلى المرتات معك ها بس ما بعرف شو هذكرني فيهم هلا يا الله ما احلى ريحتهم كأن ريحة جود بعدها معلقة فيهم نايا ماما انتي ليش ما خبرتي بيت حماكي انك حامل ماما القصة معقدة كتير اكتر ما بتتصوري موسيقى 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 عمفرق طريق بيوقف هالزمان اشتركوا في القناة